اشتركوا في القناة رضي الله عنه اتاني النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد أن يهلكني وجع شديد جدا وفي رواية في جنبي منذ اسلمت فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على المكان الذي يؤلمك وفي رواية ضع يمينك على المكان الذي يؤلمك ثم قل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شري ما أجد أو حاذر سبع مرات سبعا يقول الصحابي ففعلت ذلك فأشفاني الله عز وجل فأصبح يأمر به أهله وأصدقائه حبتي في الله هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة منها تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو زار أحد أصحابه ولذلك نحرص على زيارة إخوانا المرضى من باب الحصول على الأجر وكذلك من باب التخفيف عليهم وربما نفعتهم بكلمة أو كلمتي أن الإنسان أول ما يحس بالألم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ادعو الله فهو الشافي سبحانه وتعالى ولذلك من ضمن الدعاء الأدعية التي كان يدعي بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفائي لا شفائك شفاء لا يغادر سقمه هذا الصح هذا المفهوم وفي الآية يقول إبراهيم وإذا مردته فهو يشفين فلا شاف إلا الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الطبيب والحبوب والعلاجات كلها سبب وأهم الأسباب هو الدعاء فلذلك حبتي إذا مرض الإنسان مفروض أنه يتوجه إلى الله للأسف بعض الناس أول ما يصيب ألم يفكر بالعلاج يفكر بالطبيب وهذا أكبر مثال لنا لو أحد أتى إلى واحد منكم وقال أحس بألم في رأسي أو في بطني فيقول كل بنا دون أول شيء ينصحه بالحبوب لماذا يا أخي؟ كل أخي توجه إلى الله ادعو الله عز وجل فالمفروض أول ما يشعر الإنسان بالألم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر الأمر الثاني أحبتي في هذا الدعاء مهم جدا يحفظ كل واحد منه إذا حسيت بألم مثلا في جنبك تضع يدك هكذا بسم الله بسم الله بسم الله أعود بعزة الله وقدرته مشاري ما أجده حاضر تقولها سبع مرات بنية ويقين وستجد العاقبة بإذن الله عز وجل أول شيء فيه دعاء وفيه تمجيد لله وفيه بذل السبب للشفاء ثم أيضا يا أحبتي في الله إذا الإنسان استفاد من علاج أو من دعاء فيفترض أنه ينقله للآخرين ما يحتفظ به نفسه كما فعل الصحابي رضي الله عنه لما أحس بالشفاء أصبح ينشر هذا الفضل بين الناس أسأل الله عز وجل أن يشفينه وإياكم وينفقنا لكل خير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر